مع اقتراب مناسبة احياء اربعينية الامام الحسين يستمر توافد الزوار من مختلف المحافظات مرورا بالعاصمة بغداد وصولا الى محافظة كربلاء القيادات الامنية المسؤولة عن تأمين الاجواء للزوار اكدوا ان الخطة تعتمد على تفعيل الجانب الاستخباراتي بالتعاون مع المواطنين لاحباط اي محاولة من الخلايا المسلحة النائمة لاستهداف الزوار تكاملت خطة قيادة عمليات بغداد التعبوية بشقيها الامني والاستخباري لحماية الزائري الامام الحسين عليه السلام المسير هذا الزحف المليوني يذهب الى كربلاء المقدسة حقيقة تم عداد الخطة من ضمن قيادة عمليات بغداد واللواء السابع التحادية لاحظت غرفة عمليات اللواء السابع اللي هي كلها متكامل بالكاميرات اللي مراقبة لكل طريق مسير الزائرين كذلك العنصر الاستخباري المهم جدا رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية اكد ورود معلومات استخباراتية تؤكد وجود مخاطط لخلايا تابعة لتنظيم داعش لاستهداف الزوار بالعبوات الناسفة والانتحارين واجغال القطعات العسكرية التي تتقدم نحو مدينة الموصل تم نشر كاميرات وهجه الذاتي من قبل الفرقة واللواء ولاحظت الكاميرات وانتشارها في بغداد الحقيقة رغم محاولة داعش الارهابي وان يعوض خسارة في الموصل وانكساراته ويحاول ان يؤثر على ارادة القتال من خلال استهداف الزائرين وهناك معلومات استخبارية تؤكد ذلك لكن ابطالنا من القيادات الامنية بكل صنوفة استطاعت ان تضرب هذه الخلايا النائمة كما يشارك طيران الجيش بتأمين الاجواء للزوار المتوقع ان تتضاعف اعدادهم خلال اليومين المقبلين ما يتطلب زيادة الجهد الامني يتم تأمين الطريق من خلال قواتنا الامنية المنتشرة حماية المنشآت والامن الوطني والمخابرات والاستخبارات وكافة القطعات المنتشرة بامرة قيادة الفرقة الرابعة شرطة حدي يذكر ان الخطة الامنية لتأمين الاجواء للزوار اختلفت عن سابقاتها في العوام الماضية التي شهدت غلق اغلب الشوارع الرئيسة والفرعية في العاصمة بغداد ما يدل على اكتساب الاجهزة الامنية الخبرة الكافية لتأمين مثل هذه المناسبات والزيارات المليونية محمود فؤاد الحرة بغداد